تسرب لغازي الكلور في احدى محطات المياه في قلعة سكر الشمالي ديقار ادى الى تسجيل ما يقارب 300 حالة اختناق بينها تسمم لبعض المواطنين الامر الذي اثار الرعب بين المواطنين وعلى الفور اعلنت الحكومة المحلية تشكيل لجهة مختصة واعفاء كافة المسؤولين المعنيين بهذا الملف متوعدة بمحاسبة شديدة لهذا الخلل الكبير حتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة والتحقيق بخصوص موضوع تسريب مادة الكلور وحالات التسمم التي حدثت في المدينة كمحافظة لنا اقصى الاجراءات واقصى العقوبات اتجاه المقصرين وسنكون اليد الضاربة في سبيل عدم تكرار هذه الحالات مستقبلا احنا احتوينا المسألة بشكل جيد ولم نفقد احد وتم تسجيل تقريبا اكثر من 300 حالة اختناق في المنطقة ولكن الحمد لله وشكر قدرنا انسيطر على الوضع الدفاع المدني في المحافظة حمل مديرية الماء المسؤولية نتيجة للإهمال الحاصل وعدم ابلاغ الجهات المعنية بحصول الحادث مسجلة عدة نقاط على عمل الدوائر الحكومية التي لم تلتزم باجراءات السلامة التي تفرضها من اجل الحفاظ على المواطنين معلنة تدارك الامر بالوقت المناسب وانقاذ المواطنين عتبنا على دائرة ماء ذيقار عندما ترمى قنينة غاز في نهر الغراف دون ان يخبرون الدفاع المدني دون ان يعالجون هذا الموقف دون ان يعطون انذار بان هناك قنينة مرمية في نهر الغراف لم تعالج هذا طبعا سابق خطيرة نحن تلقينا هذا الاخبار عن طريق مواطن وليس عن طريق دائرة الماء في حادثة عدها مسؤولون ومواطنون استخفاف بحياة الاهلية وعدم الاكتراف للحوادث الحاصلة بعدما كادت ان تكون حادثة الاختناق كارثة انسانية بحق الاهلية لقناة التغيير الفضائي سلام السرهيد ذيقار